اشتركوا في القناة الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكر استقلال بلاده عبر سموه فيها عن صادق تهنيه وتمنياته لفخامته بدوام الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق اضطراد التقدم والنماء كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية المماثلة إلى أخيه معالي السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول الجزائري هنأ سموه معاليه فيها بهذه المناسبة الوطنية وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليلعاد نائب القادر الأعلى أنه بالأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تشقيقه وذلك بمناسبة ذكر استقلال بلاده عبر سموه فيها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار وللشعب الجزائر الديمقراطية الشعب